مرحبا بكم في درس بلتس هذا اليوم سنكون باستيراد تقارير BI Publisher وسنجري تعديلات بسيطة عليها ثم سنشاركها مع مستخدمين دعني أغلق ذلك تقرير بلتس متاح لجميع المسؤوليات لذا إذا كنت مطورا عندك وضع التطوير إذا كنت مستخدما فمن الواضح أنه يمكنك فقط تشغيل التقارير سأقوم بفتح تقرير بلتس هنا أنا في قسم التكلفة بزن الوحدة سأضغط على الإعداد لأنه ندي القدرة على التطوير سأقوم باستيراد تقرير الناشر في هذه الحالة المحددة يسمى تقرير جميع المخزون وسأقوم باستيراده هيجرب هذا كل الـ SQ إلى الموجود داخل الحزمة حزمة التكاليف هنا الحزمة القياسية من أوراكل يمكنك في الواقع فتح تلك الحزمة وإلقاء نظرة عليها إذا كنت مهتما داخلها يمكنك رؤية حزمة SQ إلى الأصلية من أوراكل مع كل تنسيقها الجميل سأقوم بذلك عندنا SQ إلى هنا على أي حال قد جلبت المعاملات وتوجد تعينات التقرير أيضا لذلك من حيث التطوير ليس عليك القيام بالكثير يمكنني القول أننا على وشك الانتهاء بنسبة 95% من العملية سنقوم بتشغيل هذا بتنسيقه القياسي هنا ترجمي على المعاملات المتاحة نضغط للتشغيل وسيتم يرسل المخرجات عبر المدير المتزامن إلى إكسل هذا هو التقرير وهو مشابه جدا لتقرير أوراكل سنقوم بمقارنة سريعة يبقون على بعض التفاصيل العناوين هناك هو ما يكون مزعجا قليلا عندما تحاول العمل مع جداول البيانات هو في العديد من الأوقات تقوم أوراكل بعمل هيكل الوالد والابن مما يجعل الأمور لا تعمل بشكل جيد مع إكسل من نورثميو أنهم الأسهل بكثير إدخالها في بلتس ريبورت ويعادت العمل عليها ثم يعادتها إلى المستخدم دون الحاجة إلى قضاء أيام في كتابة أكواد إكس أمال وما إلى ذلك شكرا لمشاهدتكم لقد اكتشفت للتو أننا عندنا عمود إضافي واللي يمكنني اختياره لإزالته لذلك إذا عدنا إلى الإعداد يمكننا تغيير العمود إزالته هنا أو بالفعل يمكننا إزالته بطريقة أسهل واللي سوضحه لك باستخدام القوالب والمتاحة للمطور والمستخدم وما يبدو عليه ذلك هو مثلا هنا تماما عندك هذا العمود العمود المزعج عندنا السهام اللي يمكنك من خلالها تحريك الأعمدة للأعلى وللأسفل اللي جعلها إما متاحة أو معروضة يمكنك اختيار متعدد يمكنك تحريك الأشياء للأعلى تحريك الأعلى والأسفل لذا من منظور المستخدم فإنها تمنحهم القدرة على إمكانية عرض التقرير بالترتيب الصحيح وبالطبع يكون ذلك حسب تفضلاتهم لكن كمطور ستقوم بحفظ قالب ويمكنك مشاركته مما قد يعني أن المستخدمين لا يقومون بأي عمل إضافي السنة شونا نشغلها الآن ونتأكد من أن لدينا كل ما نحتاجه وأننا قمنا بإزالة العمود إذن ها في النسخة القديمة والآن ها في النسخة الجديدة كما تم تقديمها من خلال الطلب المتزامن يمكنك رؤيتها هناك في الأعلى أقوم بإضافة معلمة إضافية لأن شخصا طلب من إضافة معلمة إضافية إلى التقرير الأمر بسيط جدا فقط أنقر السهم للأسفل ويمكنك إعادة استخدام جميع المعلمات المتاحة أنا مهتم بمعلمة جديدة رمز ليس المنظمة اللي يعرف أنه يمثل المخزن وسأقوم بإضافته هنا سأنتقل إلى نقطة الارتكاز وسأغير ذلك ليتوافق مع المؤسسة قم بحفظ السجل هذا كل ما تحتاج لفعلي لإضافة معلمة الأمر بسيط جدا أقول أنه يمكنك إنشاء معلماتك الخاصة أو إعادة استخدام المعلمات الموجودة في جميع تقارير بلتس الأخرى الآن ضمن التعيينات زي ما ذكرت عندك القدرة على التعيين لمستخدم أو للتطبيق أو لمجموعة طلب خبير نعيد تشغيل ذلك الآن سميزب أن نكون قادرين على رؤية المعامل الجديد ها هو عندنا الآن القدرة على اختيار مستودعات مختلفة إذا أردنا لقد قمت أيضا بتعيين الإعداد الافتراضي سأعيد تشغيل ذلك الآن فيغس فيا ثم مرة أخرى عندنا التقرير اللي يمكننا مراجعته والتأكد من أنه يتماشى مع التقرير القياسي مشاف على ذلك سأعود عند هذه النقطة وأسأريكم شيء آخر قد يكون الآن أنك تريد أن تقول حسنا لقد أجريت اختبارا أساسيا للتأكد من السلامة والآن تريد أن في اليوم التاسع الرابع العشرين وهكذا يوجد التحكم في الإصدارات قد يكون الآن أوكي أنت تريد أن أوضع هذا في بيع أخرى بالفعل بس سنفعله هو تصدير هذا ويمكننا تصديره كـ XML لتقرير وسوف يذهب ذلك إلى دليل التنزيل المحلي الخاص بك أو أي مكان تم إعداده للقيام بذلك سأغلق ذلك الآن وهكذا هذا ملخص لتطويرنا إذا كنا سنجلب هذا التقرير إلى بيئتنا الجديدة لنفترض أنه مقلناه إلى اختبار دمج النظام أو اختبار القبول المستخدم فببساطة ستأتي هنا وتقوم بالاستيراد إذن حسنا سيسألك ماذا ستستورد وستقول حسنا إنه لغة الترميز الموسعة وبعد ذلك أحتاج إلى اختيار الملف الخاص بي والذي سأبحث عنه وأجده في مجلد التنزيلات الخاص بي ثم ببساطة قدم ذلك ستكون من الإجراءات بعد ذلك بجلب النسخة الجديدة من تقرير Blitz ها هو النمع من الساس دم لخص ما قمنا به الخطوة الأولى هي أنك تحتاج بالطبع إلى تثبيت Blitz Report الخطوة الثانية هي أنه قمنا باستيراد تقرير BI Publisher القياسي الخطوة الثالثة قمنا باختباره تأكدنا من أنه يعمل على ما يرام أنسوا أربعة أضفنا متغير ثم خمسة قمنا ببعض التحكم في الإصدارات ثم شاركنا بين بيئات مختلفة وكل ذلك تم في أقل من عشر دقائق لذا يمكنك أن ترى السرعة التي يمكنك بها تطوير هذه التقارير أو إجراءة تغييرات وأشياء من هذا القبيل برنامج Blitz متاح للتجربة المجانية لأول ثلاثين تقريراً فلماذا لا تزورنا على موقع Engine Genetics وتقوم بتحميل وتثبيت Blitz Report جرب بنفسك أو بالفعل يمكنك زيارة بيئة العرض التوضيحي على موقعنا الإلكتروني لدينا عدد من المدونات على قناة مدونات الموارد الخاصة بنا كما لدينا قناة يوتيوب حيث سيتم تخزين هذا الفيديو حسنا هذا كل ما سأعرضه لكم اليوم شكراً لكم على وقتكم ودعاً مني شكراً لكم على وقتكم